أمير المؤمنين أراك لما ذكرتك عند ذي حسب صفالي صغالي وإن كررت ذكرك عند نغل تكدر سره وبغى قتالي قتالي فصرت إذا شككت بأصل امرئ ذكرتك بالجميل من المقال فصرت إذا شككت بأصل امرئ ذكرتك بالجميل من المقال فلا يطيق سمع ثناك إلا 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 فلا يطيق سمع ثناك إلا 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 كريم الأصل محمود الخصال محمود الخصال فها أني فها أني فها أني فها أني قد خبرت بك البرايا فها أني فها أني قد خبرت بك البرايا فأنت أنت 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 يا أمير الأمراء فأنت أنت يا أمير فأنت أنت محك أولاد الحلال عديدون من الأشخاص الذين كانوا سنة وصاروا شيعة وأنا أعرف الكثير منهم وتربطني بهم علاقات متينة عديدون منهم يسألونني لماذا لا يذكر علي في التشهد الوسطي هو الأخير من الصلوات فحينما أخبرهم بما أعتقد به وبما أقوم به وبما أعلم الناس به تنبسط نفوسهم يقولون نحن كنا نعتقد أننا حينما أصبحنا شيعة وأعلننا تشيعنا صراحة بذكر الشهادة الأولى والثانية والثالثة كنا نعتقد أن ذكر الشهادة الثالثة سيكون واجبا في التشهد الوسطي والأخير لكننا وجدنا شيئا عجيبا وجدنا صلاة الشيعة كصلاتنا إنها خلية من ذكر علي لماذا؟ والأنكى من هذا حينما نسأل عن ذكر علي في التشهد الوسطي والأخير يقولون لنا إن مراجع الشيعة يفتون ببطلان الصلاة إذا ما ذكر علي هؤلاء سنة واحتدوا إلى التشيع فجاءوا بفطرة نظيفة ولذا يتلمسون بفطرتهم يتلمسون بإخلاصهم هذا الذي يهجر دين آبائه وأجداده ويأتي مقبلا إلى التشيع اعتقادا به وحبا ورغبة لا يمكننا أن نصفه بغير الإخلاص هذا يحمل إخلاصا على الأقل بدرجة من الدرجات هذا يحمل فطرة نظيفة بدرجة من الدرجات وإلا لم اهتدى إلى علي وآل علي ولذا فإنه يتلمس بهذه الفطرة أن عيبا أن خللا في هذه الصلاة وتلك حقيقة ما الفارق بين صلاة الشيعة وصلاة النواصب أين علي ولاية علي عقيدة واجبة نعم إذن أين نتشهد بها في أي مكان عند الموت يا لغبائكم عند الموت ستكون الشهادة ضعيفة التلقين هو تذكير بالشهادات التي كنا نتشهد بها في الحياة عند الموت انتهى كل شيء يا لغبائكم تلقين الإنسان لنفسه عند الاحتضار أو أو تلقين الآخرين له عند الاحتضار أو حتى بعد موته أو حتى بعد دفنه في قبره هذا التلقين هو تذكير للعقائد الواجبة في الحياة وليس تأسيسا لأمر واجب جديد التلقين عند الموت تذكير لما كان يجب على الإنسان أن يعتقد به في حياته فحينما يطلب من الميت في التلقين أكان في مرحلة الاحتضار أو بعد الاحتضار حتى بعد أن يدفن من أن يتشهد الشهادة الثالثة هذا ما هو تأسيس للعقيدة الآن ولا هو بحكم وجوبي يجب عليه أن يتشهد مع تلقيننا هذا تذكير بالعقيدة الواجبة هو اسمه تلقين تلقين يعني إعادة تذكير يعني إعادة انتباه إلى المعلومات السابقة القديمة ففي أي مقطع من الحياة يجب فيه التشهد بولاية علي عند الموت عند الموت تلقين إنه إعادة وما يعاد ذكره من عقيدة عند الموت كان يجب أن يعتقد بها الإنسان في حياته وأن يتشهد بها فمتى يجب التشهد بولاية علي وبشهاداتهم قائمون متى يجب التشهد بولاية علي مثلا في زياراتنا للأئمة الزيارات مندوبة قد تكون واجبة بشروط معينة فزيارة الحسين واجبة إن كان الإنسان متمكنا من زيارته زيارتهم واجبة زيارة الحسين وزيارة الأئمة إذا كان الإنسان متمكنا من ذلك هذا موضوع خارج عن بحثنا الآن في أي موطن من المواطن ليس هناك من موطن في حياة الإنسان يجب فيه ذكر الشهادة الثالثة بنحو الوجوب القطعي إلا في الصلوات الواجبة وإن سيكون ذلك قطعا محله في التشهد الوسطي والأخير لماذا لأن التشهد الوسطي والأخير يجب فيه ذكر الشهادة الأولى وذكر الشهادة الثانية فسيأتي بشكل طبيعي ذكر الشهادة الثالثة ولاء كما تفعل الديك ولكم كما تفعل الديك من صقم الله وجوق ما هي القضية واضحة واضحة صريحة نذهب إلى فاصل رجاء نعرض لنا الفيديو الذي يتحدث فيه الشيخ الشهيد حسن شحات رحمة الله عليه دعنا بطلب من كل علماء الشيعة وبلغ المراجع إن أنا لي عدة ملاحظات كتبتها للسيد جواد الشهر الثاني أرجو أن تدرسوها وتفهموها أول حاجة في المقترحات بتاعت إن أنا عاود ولاية أمير المؤمنين تعلن بحيث أن الخطيب والمدرس والمتحدث والكاتب في الأذان والإقامة والتشاهد في الصلاة كل لازم يكون محمد رسول الله علي ولي الله في التشاهد في الصلاة كمان أنا مش عارف انت ليه مش بتذكروها في التشاهد عشان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله وأشهد أن علي وليه وصفيه هي مفروضة كما فرضت الصلاة والصيام تعلن تعلن ولاية أمير المؤمنين ويمتق بها عيانا فإحنا لازم نعمل الصح هني أخونا معروف بيقول ان احنا مش عاوزين نقول ان الاساس الخلافة لا ده هي دي اول حاجة هو دمر الامة الاسلامية الى الخلافة ده هي دي لو الصح وعلم الناس جميعا ان رسول الله هو نبينا محمد وان بعده تماما هو امير المؤمنين عليه هي دي هي دي اساس العقيدة عشان نفهمها لان لا يمكن تجبر في اي خطوة وان تتوالي اعداء الله وعداء عسول الله وآل البيت المسلمون يوالون الاعداء الآن يوالون اعداء الله الكارسة حطت عليهم من كده الطم الكبرى تقوم تقول لي هو اساس البلاء كله اساس البلاء ان الناس الان يصلون ويصومون ويزكون وقد دموا واحبطوا اعمالهم لانهم يوالون اعداء الله هذا هو الذي قصدته بحديث الفطرة الصادقة هؤلاء اناس جاءوا مخلصين تركوا ما تركوا تركوا دين آبائهم وتركوا الكثير يستشعرون هذه الحقيقة بفطرتهم وهذا هو منطق الفطرة اتعلمون ان الاحاديث الشريفة عن الصادق صلوات الله وسلامه عليه وعن آبائه الاطهار تفسر لنا معنى الفطرة هم فسروا لنا معنى الفطرة ما معنى الفطرة في ثقافة الكتاب والعترة ائمتنا قالوا لنا في رواياتهم في احاديثهم الفطرة لا اله الا الله محمد رسول الله علي ولي الله هذه هي الفطرة هذه كلماتهم ورواياتهم هذه احاديثهم لا ادري ان شخ حسن شحات قرأ هذه الرواية او لا مرت عليه او لا لكن الرجل كغيره من الذين اقبلوا على التشيع باخلاص وبفطرة نظيفة يتحدث بمنطق الفطرة الشيعية الواضحة وهذا هو منطق القرآن ومنطق العترة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها لكننا ماذا نصنع مع هذه العمائم المحجوبة عن الهدى كل عمام الكبره ضلال في ضلال تحمل في طياتها الشياطين والضلال والظلام والفتن مثل ما وصفوهم النبي وصفهم من ان الفتن تخرج منهم وعليهم تعود وهل هناك من فتنة اشر من منع الناس من ذكر علي في صلاتهم الذي هو سبب قبول الصلاة وسبب صحتها وحينما لا يذكر سترمى هذه الصلاة بوجه مصليها وتقول له ضيعتني ضيعك الله والله الروايات هكذا تقول وسأقرأ عليكم ماذا اقول لكم عندي كلام كثير ولكن الوقت يحاصرني فانا في سباق مع دقات هذه الثواني اعود الى ما قلته لكم قبل قليل من اننا اذا تساءلنا اين يجب ذكر الشهادة الثالثة لفظا مثل ما هي عقيدة ثابتة في قلوبنا اين يجب التصريح بها ارشدونا قلوا لنا في اي مكان ليس لها من مكان الا التشهد الوسط والاخير هذا هو منطق العقل انني اتحدث عن العقل الديني المشبع بثقافة الكتاب والعترة هذا هو منطق العقل الديني وهذا هو منطق ثقافة الكتاب والعترة وهذا هو الذي تهش اليه النفوس وتبش اليه القلوب وهذا هو الذي يتعانق مع الفطرة الشيعية النظيفة مثل ما كان يتحدث هذا الرجل الذي اقبل صادقا على التشيع ومثله كثير الكلام ليس خاصا بشيخ حسن شحاته هذا الكلام ينطبق على كثيرين ممن صدقوا واخلصوا وأعرضوا عن أمور مهمة كثيرة وهجروها وهاجروها وأقبلوا على التشيع لعلي وآل علي حينما نعود إلى الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة وإن لم تفعل فما بلغت رسالته وإن لم تفعل فما بلغت رسالته فإن الآية تخاطب رسول الله أن يعلنها أن يصرح بها فهل من المنطق أن الله يوجب هذا الأمر على رسول الله ولا يوجبه عليه مع أن الآية في أصلها هي موجهة لي ولكم لأن الخطاب في الآية باللسان إياك أعني واسمعي يا جار رسول الله صلى الله عليه وآله ليس محتاجا أن يخاطب بهذا الخطاب لكن الخطاب حين يكون مع رسول الله هكذا قطعا سيكون معي أشد وأشد إذا كان خطاب الله مع حبيبه مع حبيبه هكذا فكيف سيكون خطابه مع عبده هذا ألا شيء قطعا سيكون الخطاب الإلهي إلي وإليكم بشكل أقوى وأعظم وأشد مما خطب به رسول الله الخطاب هنا بهذا الأسلوب بأسلوب إياك أعني واسمعي يا جار رسول الله يطالب بالتصريح وهذا التصريح إن لم يكن فما بلغت الرسالة أي درجة من الوجوب هذا فهل يعقل أن يجب ذلك على رسول الله ولا يجب على جنابي المحترم ماذا تقولون أنتم فإذا وجب على جنابي المحترم فأين يجب في أي مكان أنا شيعي هذا الذي أقبل إلى التشيع يجب عليه حين يعلن التشيع أن يشهد بالشهادة الثالثة بعد الأولى والثانية ولكن الأمر لا ينتهي عند هذا الحد هذه شهادة والشهادة قول وهو قول عن شيء أنا كنت قد حضرته وولاية علي حاضرة في نفسي فلابد أن تكون الشهادة مستمرة وبنحو الوجوب فأين ستكون تلك الشهادة مستمرة وبنحو الوجوب إلا في الصلاة لأنها مستمرة وبنحو الوجوب وأفضل موطن لها التشهد الوسط والأخير لأن التشهد الوسط والأخير يشتمل على الشهادة الأولى والثانية وجوبا فلابد من وجود الشهادة الثالثة وجوبا أيضا القرآن جزء من الرسالة وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ومع ذلك فإن القرآن يجب علينا أن نقرأه وأن نصرح بقراءته متى في الصلاة سؤال هل يجب علينا أن نقرأ القرآن في حياتنا نعم في الصلاة خارج الصلاة لا يجب علينا وجوبا شرعيا أن نقرأ القرآن وبصوت عال وبترتيل أن نرتل القرآن سنأتي على بيان معناه الترتيل هنا ما هو الترتيل الذي يدرس في مدارس تجويد القرآن هناك الترتيل شيء الترتيل هنا بحسب ثقافة العترة الطاهرة شيء آخر أعود إلى معنى الترتيل بعد ذلك ربما في الحلقات القادمة لا أجد وقتا لبيان كل المطالب في هذا الوقت الضيق سؤال هل يجب علينا أن نقرأ القرآن نعم فقط في الصلاة وفي الصلوات الجهرية يجب على الإمام أن يسمع المأمومين بقدر ما يستطيع قطعا بالحد المقبول ويجب علينا إذا ما صلينا في الصلوات الجهرية أن يكون صوتنا مسموعا ويجب علينا في صلاة الجماعة إذا كانت الصلاة جهرية أن ننصت للقرآن حينما تأتي الآية الرابعة بعد المئتين بعد البسملة من سورة الأعراف وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون بحسب تفسير علي وآل علي المصداق الأعلى والمعنى الأول حينما يقرأ الإمام في الصلوات الجهرية ويكون صوته مسموعا عند المأموم يجب على المأموم أن ينصت وأن يستمع للقرآن الذي يقرأه الإمام إذن هناك قراءة واجبة للقرآن أين تكون في الصلاة هذه قراءة واجبة وهناك استماع وإنصات واجب يكون حينما تكون الصلاة جماعة وفي حال الجهر وصوت الإمام مسموعا عند المأموم يجب شرعا على المأموم أن ينصت لقراءة الإمام فلا يجوز له أن ينشغل بشيء آخر هذه أحكام القرآن وأحكام العبادة وأحكام الصلاة إذن القرآن جزء من الرسالة وإن لم تفعل فما بلغت رسالته وهذا القرآن الذي هو جزء من الرسالة يجب أن يقرأ جزء من أين في الصلاة ولا يجب في مكان آخر تلاوة القرآن خارج الصلاة ليست واجبة إلا أن تجب بحكم استثنائي مثلا بحكم النذر أن ينذر الإنسان نذرا أن يقرأ القرآن تلك حالات استثنائية لا شأن لنا بها أنا أتحدث عن الحكم الأصل هل يجب قراءة القرآن على الإنسان خارج الصلاة لا يجب ذلك هناك استحباب مؤكد هناك حث على قراءة القرآن على التدبر في آياته ذلك شأن آخر أنني أتحدث عن الوجوب الشرعي القطعي الوجوب الشرعي القطعي فيما يرتبط بقراءة القرآن هو في الصلاة فقط في الصلاة الواجبة وحتى في الصلوات المندوبة فإنها لن تكون صلاة من دون قراءة القرآن فيها فلا بد من قراءة القرآن في الصلاة نحن نتحدث الآن في جزء من الموضوع في الصلوات الواجبة إذن القرآن تجب قراءته شرعا وجوبا قطعيا في الصلاة ويجب الإنصات للقرآن على المأموم في الصلوات الجهرية إذا كان يسمع صوت الإمام يجب عليه الإنصات الآية في مصداقها الأول في معناها الأول تقصد هذا وهذا واضح من أحاديثهم قد يجب الإنصات للقرآن في مواطن أخرى مثلا على سبيل المثال في المجالس العامة عادة ما يستهين الناس بالقرآن فحينما يبدأ قارئ القرآن يقرأ الناس تنشغل بالحديث أو تنشغل بقراءة جريدة أو مجلة هذه إهانة للقرآن يجب هنا الإنصات والاستماع هذا الحكم فيه تفاصيل لكن العنوان الأول العنوان الأول العنوان القطع الأول لوجوب قراءة القرآن في الصلاة والوجوب الإنصات فيما ذكرته في صلاة الجماعة يجب على المأموم أن ينصت في الصلاة الجهرية لقراءة الإمام إذا كان قادرا على الاستماع والإنصات يجب عليه ذلك القرآن جزء من الرسالة والذي يجب أن يقرأ في الصلاة الواجبة هو جزء من القرآن أن نقرأ الفاتحة مع سورة أخرى هذا هو الواجب بينما الرسالة بكلها والقرآن جزء منها ماذا قالت الآية السابعة والستون بعد البسملة من المائدة وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والصلاة هو وجه ديننا الصلاة وجه الرسالة ما ديننا رسالة محمد صلى الله عليه وآله فهل يعقل أن شيئا من القرآن يجب أن يقرأ في الصلاة يجب أن يقرأ في الصلاة والشهادة لعلي بالولاية لا تقرأ في الصلاة وهي الأساس والأصل وإن لم تفعل فما بلغت رسالته أي منطق هذا أي منطق هذا الصلاة وجه دينكم هكذا قال رسول الله ونهانا أن نشين وجه ديننا وهل هناك من شيء نلحقه بوجه ديننا من أن نجعل هذا الوجه أعور بل أعمى كذاك الذي قال لأمير المؤمنين يا أمير المؤمنين إني أحبك وأحب فلانا أشار إلى أحد قتلت الزهراء ألا لعنة الله عليهم فماذا قال له أمير المؤمنين قال أما إنك لأعوار إما أن تعمى وإما أن تبصر ووالله إن الذي يعتقد أن ذكر علي في التشهد الوسطي والأخير يبطل الصلاة له أعمى وأغبار وأثول أو طايع حظ أو طايع صبغ من راس إلساس تتفقون معي أبراحتكم لا تتفقون معي أبراحتكم أنتم أحرار فيما تعتقدون وأنا حر فيما أعتقد نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر